السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات مرحبا بكم فيديو جديد على القناة كيف ما كتشوفوا من الصورة المصغرة هدي جولة في الكوزينة من بعد التغييرات الطفيفة اللي درت واللي كنت وعدتكم أني غنحت لكم فيديو ديالها وسمحوا لي الفيديو جات طوية لذا كشاش قسمت على جو ديال الأجزاء فكنتمنى تشوفوهم بجوجو تستفدوا منهم كيف ما كتشوفو هذا مقطع في ديال الكوزينة من لي كانت قبل التغيير هذا هنا كان الباب بخلاك كان عندي الباب من بعد غدتشوفو راني حيتو وهنا يا أخويت الكوزينة لأن المعلم كان غدي يجيبه شي يبدأ فيها الأشغال وكيف ما كتشوفو هديك هي الطرف ديال الرخامة او العفوان القرانيت اللي غدي نضيف والليفي حتى هو غدي تبدليه البلاصة غدي تشوفو ان شاء الله الشكل النهائي باش تفهموني علي اش كنتكلم وأول نصيحة غدي نبدأ بها البنات هي زليج حولوا ما أمكن اختاروا زليج يكون لون ديالو موحد وتكون زليجة بلا وإلا درتوا اللون والديقرات ديالو يعني جوج الألوان في الكوزينة فرقوهم بواحد البانضة ديال الزليج اللي تكون ديكو غاتيف يكون فيها شي ديكور صافي حاولوا ما تختاروش زليج اللي فيه بزف ديال لي موطيف كما هذا اللي عندي في دوك المرباعات في اللون آخر بينو لي الكوزينة مشارجية ودائجة الكوزينة مضيقة وزادة ضياقة وخاءن هاد زليج اللي عندي راه الجودة ديالو غزالة نحاول نخلي لكم صوار هنا يا باش تعرفوني شنو زليج اللي كانت تكلم عليه حاولوا تختاروا زليج اللي مفيش كتغط الزواق لأنه والله العادي انتك يطلع في الراس وخايكون عايش بكم شي موضي المزوق حاولوا يتفادوه لأنه غادي تندمو عليه من بعد واختاروا الألوان اللي كتكون فاتحة اللي كتخليكم تختاروا اللون ديال البلاكارات والأكسو صوارات بكل حرية كيف ما قلت لكم نحاول نخلي لكم الصوار باش تعرفوني علاش كنتكلم وكين ما حسن من هادك زليج اللي غنحط لكم انتو مغيق قلبو وناصحتي تفادو الزواق وما تكتروش تقابي في الكوزينة من بعد الإصلاحات وديرو الخطأ اللي درتو انا يلابوتوا تعلقوا الأكسو صوارات فكرهم زيان وخططهم زيان قبل ما تبدو تتقبو في الحيط في زليج لأنه مغيك تحصروا ذك زليج ديرو الأكسو صوارات اللي ضروري منها حاولوا ما تكتروش لأنه وانا درت هاد الخطأ هادا وملي جي تبغيت نموضي فيه في الكوزينة عندي تفرضو علي البلايس ديال أكسو صوارات في ذوك الأماكن اللي كنت دايجة تقابت فيهم باش نغطي ذوك التقابي ولكن شي غطيتو شي قدرت نغطيه وش ما قدرتش وناصحة خرايا البنات هي البوتاجي ديرو العلو اللي ترتاحو فيه ما تخليو حتى حاجة تفرض عليكم العلو مثلا ما كنت صابون ما كنت تغتير الماء كل شي ليه الحل هنخلي لكم صوار هنا تتفدوا منها اللي بغت ما تبنيش الطالة البوتاجي غير يكون واقف على الصح يعني الرخامة تكون واقفة على الصح والمعلم اللي كيتكلف بهذا شي وإلا بغيتو تديرو الطالة مثلا ما كنت صابون غادي تديرو غير الرخامة باش هكا ما يجيكمش البوتاجي عالي ولمباقي بنيو فيه الطالة باش يكون عندكم بوتاجي صحيح واقف على الصح وهنا البنات صورت لكم واحد المقطع قصير دي اللاتولي اللي مشينا اخذينا من عندهم يعني القرانيت نفس اللي عندي في الكوزينة علش صورت لكم هاد المقطع البنات باش ننصحكم سيروا اللاتولي مباشرة اللي زاتولي رو حدا تنسيك في واحدة رأى انواع درخام راتشوفيهم راتقولي المحلة اللي كمشوا لهم في الحومة متعلان ولا الاحياء اللي قريبة رأى ما سيكونش عندهم كل شي وكيزيدوا علينا في الثامان وحتى هما الويجها ديالهم هي هاد لذاتولي هادو لهادا غتمشوا اللاتولي مباشرة يكفي انكم تجيبو شي حريفي في الرخام شي واحد خابير هو اللي تلصق في الرخام خدمته وحرفته هي الرخام تقولو لي شد لنا العبارة على البلون اللي بغينا نديرو فيها الرخام وانتالي غتتكلف لنا باش تحطو لنا يعني تلصقو لنا في بلاستو غادي تقولو لي هالليفي هالبلاك متاني نبغت يديرو في الكوزينة شد العبارات كلها واعطيكم واحد الشي ما فيها العبارات فيها فين خصو جيم فيني فين ما خصو شي جيم فيني انتو ما غتتدو داك شي اللاتوليه كيحطو لكم داك شي سوع ميزور وكتجيبوهم فيني مقطع مصايب حدو كيلصق فقط يعني كانت هنوم ديك القادية اللي كنا نديرو قبل كان نجيبو بالرخام حتى الالطار ويبقى يقطع لنا والغبابر وكوشي تديرونجة كوشي كيترونج جيران تديرونجة يعني ما كين لاش هادي احسن طريقة ممكن تديروها في الرخام وكتجيبوهم صعيب وكتكون تلفينيشون ديالو رائعة وهذا الشي اللي درتك كيف ما شفتم شيت انا وراجلي للأسف النمرة دي لهذه الناس هدو صراحة هما اللي ترخصوا أرخص تعمال قناة عند هدو الناس ولكن للأسف مشات لي النمرة دي لهم بنسبة للناس اللي في كازارهم في السبيت وتس بعتاشرة مالي قبل زاتولي راتولي تنسيك فاتولي والرخام رائع شي حاجة ما كينش في المحلات العادية فأحسن طريقة هي هذه اللي اديرو نصيحة لكم سبحانه بحمده رب تبارك اسمه رب تعالى جده وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ غَيْرُهُ كَمْ ذَعَلَيْهَا مُنْعِمًا مِنْ فَضْلِهِ مُكَرِّمًا لَمَّا جَعَلْمًا لَمَّا جَعَلْمًا مُسْلِمًا وَمُصْبِغَا مُنْ جُودِهِ وَلَكَ امْتَفَاطَلَ بِالْعَطَاءَ وَجَادَ رَبِّي فِي سَخَاءَ فَلَهُ مَعَ الْحَمْدِ الثَّنَاءَ مَنَاحَ صَرَّةَ الْعَدِهِ وَلَكَ امْتَفَاطَلَ بِالْعَطَاءَ وَجَادَ رَبِّي فِي سَخَاءَ فَلَهُ مَعَ الْحَمْدِهِ بسم الله توكلنا على الله نبدأ الفيديو ديالنا اللي غادي يكون ان شاء الله مالي بالمعلومات الموفيدة فكنتمنى تشاهدوها حتى النهاية بديت لكم الفيديو من هاته الطبلة هذي اللي ديجا كنت صورتها معاكم في اخر فيديو على القناة غير باش تشوفوا التناسق كيفاش جات سيقتوا انها جات في الكلور اللي قبلت الكوزينة باش تشوفوها كيفاش جات وتعطوني رأيكم واشهد المكان مناسب لها او لا لا فكنتمنى تعجبكم ويعجبكم المنظر هاكم اللي غادي تشوفوها مباشرة مع الكوزينة وهدي هي الكوزينة البنات فكنتمنى الالوان اللي اختاريت وتغيير اللي درت ولزاك شو صور اعجبوكم فما سبخلوش عليا بتعليقات ديالكم والاراء ديالكم اللي غا ناخدها بعين الاعتبار سواء كانت ايجابية ولا سلبية فمرحبا بها غادي نقرها كاملا ان شاء الله بإذن الله وغا نقول لكم هادي رأيك كوزينة صغيرة ديالكوزينة لانه فعلا المساحة ديالها صغيرة ولكن الحمد لله هاد الشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى هو التساع زمين ولكن هاد الشي اللي قسم الله الحمد لله على كل حال ونصيحة اللي في سكن الاقتصادي واللي عندهم اصلا كوزينة صغيرة سواء في سكن الاقتصادي ولا في سكن العادي فالكوزينة صغيرة حولو ما امكن انكم تاخدوا الحويجات لانتم ما كتحتاجوها ما تبقى وش تعمروا غالي تشهيزوها تعمروها واخنتم ما ما تحتاجوهاش الحاجة اللي كتقوم خبينها مدة طويلة ما كتتخدموهاش حيدوها لكيدوها ما تخليوهاش في الدار سواء في سكوزينا ولا في اي مكان اخر حاولوا الفراش يكون على قد المكان اللي انتم ما بغيين تفرشوا فيه حاولوا ما عندناش بيت الخزين ولا هذي اللي عم بقوا نستوكيو فيها وحتى بيت الخزين اللي الها كان وكانا نستوكيو بلا احتشين فعرة كي يجمع لنا غطاقة السلبية لهذا الحاجات تكون حد تقدو يعني قد الميسا حاقد الحويجات الحويجات ديال الطيافة يكونوا جموعين في بلاسة والحويجات اللي كانستخدمي يوميا غدي يكونوا في بلاستهم والحويجات اللي كانحتاجها من العام العام مثلا كان جمعها في بلاسة يعني كل حاجة شده بلاستها الحاجة اللي زيدة ما كانحتاجهاش نهائيا ما كان لاش تبقى عندي في الدار واول تغيير درتوها البنات هو في الكوادر صبغتهم بهذا اللون هذا كانت عندي واحدة سباغة من قبل سميتها الكابوتشين وخلاها المعلم الله يسمح ليه هو اللي سباغة لنا صراحة أنا ما شوتهاش من قبل حتى جي تلقتوا سباغهم سباغة دي اللي وصخ كان أعتادر على هاد الكلمة ولكن سباغة دي اللي وصخ كان عيما تمسحي فيها وكتبان دي ما مصخة فتفادوا هاد النوع دي السباغات الكوادر اللي اسميتها الكابوتشينو مهم سباغنا غير أنا وراجلي بري كل لنا أنا وراجلي والبابة لبنات كما شفتوا في المقطع اللي أول را كان الباب حيته باش نضيف هاد الإضافة هاد المثلات هاد هنا في البداية دي الباب ومثلات في جهة الباب دي البالكون را غدي نوريه لكم باش نضيف هاد الإضافة حيت الباب لأن الباب كان مضيق عليها وهكي أعطاني شوي دي التيسا وعطاني شوي دي السباس في البلوند وطخافي باش نحط فيه ونخدم فيه هاد الإضافة رانيزتها الباب صراحة ما نقول لكم ماشي مهم مراه مهم ولكن ليش يجعني أنني نحيت الباب هو أن الكزينة عندي مطرفة بعيدة كل البعد على الأماكن اللي ممكن يكون فيها الضياف بحال ستالون جات عندي آخر حاجة ممكن دخلي لها في الدار يعني بنادمي لما كانش جاي قاصد الكزينة رمع مرة ما غيدخل لها هاد الشي اللي بغيت نقول لكم أما الباب راه مهم إلا كانت الكزينة في شي بلاصة اللي هاك كل شي يعني كيدوزع ديها يعني اللي جاي للبيت يدوزع ديها اللي جاي للصالون يدوزع ديها ضروري خسيكون الباب مهم هاد الإضافة كما شفتو راني ضفتها غنحاول نخلي لكم صورة هاد البلاصة لتحس كيفاش كانت دينات عادة لأنه تيكون صحيح يعني تيصبر هنا كما كتشوفو خليت لكم هنا صورة ديال الرخام كيفاش لصقناه جات ديك اللا ديفيغونس صراحة الرخام يعني تزيدو شي طرف آخر راه صعيب وكنتو خدمتو بالرخام القديم ديالكم سنين صعيب باش تلقوا نفسو ضروري كيكون واحد الاختلاف لأن اللولاني كيكون خدمتو عليه زيت والماء وهذا كيكون تشرب كيكون تبدليه شوية اللون فاصعي باش تلقوا دك التناسق ما بين الرخام الجديد والقديم صعيب بزاف هدك شلاش فكرة نغلفو بالبابي أديزيف اللي غدي تسولوني علي بطبيعة الحال ونعطيكم معلومات عليه وزيادة على هاتش كلي شجعني أنني نغلفو بالبابي أديزيف وأن المعلم دار لي ديك الملاقيات تجوش ويبينين لهذا نصيح عليكم البنات دائما أي حاجة درتوها جيبوا لي هالمعلم ديالها الحريفي ديالها أنا جبت واحدة بناي كيفهم فادشي كيركب الرخام وكل شي ولكن ما غديش يديلكم ديك الفينيسيون ديال واحد المحتارف لهذا أي حاجة بغيتوا تديروها بغيتوا الرخام جيبوا المعلم ديال الرخام بغيتوا البني جيبوا البنائي بغيتوا اللي ضو جيبوا تريسيان بغيتوا ما جيبوا البلومبي يعني حولوا ما تديروش أخطاء كيجي واحد كيقول لكم رانا عندي كان عارف ندير قعل الحراف إلا راه ممكن يكون غياك كياخد شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا ولكن ما كيتقنش المهم هاد البابي آديزيف البنات كيعتق ما غاديش نقول لكم بأنه كي حل محل دي الرخام لأن الرخام أولى القرانيت عفوا ما كانش لغي سد بلاستو غير هو ما فيش دوك الألوان اللي كتبغي بحال هاد البيض هادا الألوان اللي كان في البابي أديزيف ولا اللي كان في الرخام الاصطناعي من بعد غادي نترقل هاد الموضوع هادا ما كانش في الرخام القرانيت في القرانيت الطبيعي ما كانش لهذا قررت أنني بحكم هاد الأسباب كلها نغلفه بالبابي أديزيف اللي خديته من بريكوما لأن بريكوما كيما كتعرفوا الجودة دي البابي أديزيف اللي عندهم جودة عالية ذاك شي علاش مشيت خديت قبل ما نغلف بهذا خديت واحد الميترو باش ندير عليه التست قبل ما نزعم جبت الميترو لستقشف هاد الموثلة اللي ضفت هنا في الدخلات الكوزينة وجربت عليه جميع أنواع الأشغال اللي تنديروه في الكوزينة عفوا قدرت عليه سخونية كوكوت سخونة كاثرونة أخويت عليه المطاي يبقاتي يخليت واحد المدعد مسحته الخرقم العطرية كل شي كيتمسح منه كيستحمل جافيل كيستحمل موضة نظيف سخوني يصبر عليها لأنك تعرف راتي غنحيدو غنحيدو قلت آره نجربه باش نعطل الأخوات شي حاجة اللي يعني مجربة هادا اللي اللي ركبت دابا ركبتو ولكن ما جربتش عليه صراحة لأنه خدته يخسر ولكن ما كتعرفوا أني ملتقها في الكوزينة كاملة ما بغيتش نغامر ولكن هاداك اللي كنخديت هاداك اللي كنت درت عليه التاست كنت غادي نحط عليه كل شي غير هو ما تضربه وش في شي حاجة ماضية هو را ضروري كي تقطعه إلا كنت يديكم بوحدكم ولكن ناس اللي كفت دار كتحافظ هرها غادي بقى ليكم مدة طويلة أنا رأي مركبه شهر قبل رمضان وركبوا لي المعلم تبارك الله كيفما كتشوفو حتى ذيك الزيادة اللي كالخمسة سنتيم اللي زادتها كفز اللي تقنها يعني كيبان مركب على الرخام فيني ما نعودش لكم كي يصقوا غير الشيفون يعني مش بحل ذيك الطريقة اللي داروا الأخوات في اليوتيوب بلا كارت كارت غيشي ولا كارت بونكير لا هو لسق غير الشيفون وما كانوش ذوك الفقاعات باش هما كيتقبوهم بذيك البراء لا هو من اللي يصق بشيفون فينا هذك الشي علاش كنفضل المعلم هو اللي يصقوا لكم لكن تبغيين تديروه لأنه كتعصبي أنا ذك الطرف اللي لصقت ذاك المترو وتعصبت فيه ذاك الشي علاش كنفضل المعلم المهم كما قلت لكم بابي اديزيف راماتي ستش بلاست الرخام اولا عفوان القرانيت غيه هو بريكولاش غدا بريكوليو بيه تنغيرو به المنظر سوقتو أن هذ الالوان اللي في البابي اديزيف مما كيناش في القرانيت الطابعي هذك الشي علاش ونك تبغى البيض شهوتي في البيض ودرتو المهم هنا كما كتوفو هذ البانضة ما كانش كفانة البابي اديزيف ومشيت زيت واحد المترو من من بريكو ما ونصقتو الراس يشفت غيه الطريقة ونصقتو لأنها بانضة رقيقة قدرت نتحكم فيها ونصقها مفينيا ولكن ذاك الشي الكتير ما كنظرش أنني غا نقدر وهناك ما كتوفو هذ زيادة اللي زيت هنا يا كان هو من الصقلية وخلى لي واحد شوية هكا في الليفي ما بغاش يلصق فوق السيمة ولمك يبقي جمع ليه تماما ونطلت انا هذ طرف هذة قاعت به الساعة ما لصقتوش مزيان ولكن يكفي انكم تسخنوه بالسوشوار صافي تيلصق بالنسبة للعبار اللي كفاني في الكوزينة عندي كلها 6 مترو بهاد البلون كامل ودك البانضة اللي تحت ديال الطالة وحتى الزيادة وحتى الزيادة ننوريها لكم هذا هو البابي اديزيف الميترو اللي جربتها البنات هو هذا صراحة غزال هو جاي مات مجيش بريوم بحال هذا اللي لصقت كيبان عليه بأنه ورق هذا تيبان مات تيبان بحال رخام بحال رخام طبيعي تيبان هذا اللي درت عليه جميع التجارب هنا راك نصوره لكم قبل ما نحيدو يلا نكمل التصوير غادي نحيدو باش يجي المعلومة الركبلية هاد الجديد هاد المهم واحد الحاجة ما تكتلوش تقاطع يعني حاولوا ما امكن انكم تجيبوا ورقة واحدة ما تتقطعوش بزاف ديال الطروفة وتقوو تلصقوه هاكا تيجي شوي عايبو وتيكون ريسكي انه يقدر مع المسيح وهذا يتحيد يتقلع لكم من الجوانب وخاء انا صراحة راس برلية هادا كشي اللي نقدر هادا هو النصيحة اللي نقدر نقول لكم وبالنسبة للعبار كيما قلت لكم البلون كامل ستاميترو بهاد الطريف هادا يستهنا ديال الرخامة صراحة هاد رفض الرخامة اللي عاوت لكم القصة ديالو كنا غنلوحوه شوية وانا نتفكر راه يعني عندي بلاصة فين غنقدر يجيني وصراحة سبحان الله جاء سيوغ ميزور والمعلم مول الالمينيوم تبارك الله عليه هو اللي يركبها لي انا نوريكم طريقة كيفش ركبها لي صراحة كغاتو يمسكين بلقادك طريف ومني كتلوه شي صلاح كيفاش طريقا لسقوق اللي انا نتكلفلك وحطت علي هاد البلونت هادي وكي ما قلت لكم هنا رابلاست اللي في يعني البابي اديزيف راح ده الماء را يضل نخدم هنا بلما راكم عارفين ديما لغسلت الماء عنه هادا را كيف ما كتشوفوا فيه كيف ما هو ما يعني ما تغيرت فيه تاشي حاجة ما عاداش يدريبه تخفاف بحلكة ضروري هاداك وحنا الطريقة كيفاش تلسق لنا هادا الخامة لا يجازيه باخير هاد شي جابو غاتوي من عندو صراحة هو اللي قلنا انا غنتكلفلكم فالله يجازيه باخير داك شاعر شكرتلكم هادا الانسان وصراحة اللي عمار هادا كي تعامل والحاجة الوحيدة اللي ما عجباتني شفات البابي اديزيف هي العرض ديالو يلا في خمسة واربعين سنتيم فضروري كي تلسقي الطرف وتلسقي الطرف من اللي هي لك تلسقيه بالطول ويلا كنتي غاتلسقيه بالعرض فكتلسقي بانضا حدا بانضا يعني كدي شوي عيبة ما الافضل سلسقوه بالطول سنفضل بالطول ويلا لقيتو بابي اديزيف بريكو ما جابوه العبار ديالو كتر من خمسة واربعين سنتيم يكون افضل اموين بالنسبة للبابي اديزيف راه غيتان ديبانيو به كي ما قلتلكم راه القرانيت ما كينش محسن منو وبالاخص اللي عرفتو القرانيت الصناعي راه غادي تحمقو عليه لانها والاشكال اللي فيه والصبر اللي في ذاك القرانيت را ما كينش في القرانيت الطبيعي ان شاء الله نخلي لكم فيديو مفصل على هاد اه هاد اه اله الرخام والقرانيت الطبيعي والرخام والقرانيت الصناعي اللي هو الكوريون والكوارتز الألوان اللي فيه كتحمق في جميع الألوان اللي ممكن تختار لكم على البال والأشكال اللي كتقطع بها رائعة وكيجي مفيني من الشركة يكفي أنكم تعطوهم الشيما والعبارات كيجيبوا لكم دك شي مفيني على حقه وطريقه وغد نخلي لكم هنا يا صورة دي الواحد الكوزينة كيفاش مصايبة بالكوارتز فاراكيجي الشكل ديالو راقي في الشوفة وتبارك الله اللي عنده البيتجي وعنده الإمكانيات أنه يسا يديرو غير يديرو بلا ما يتردد وغندوز لزاكسسوار وأولهم هاد الثلاثة دليا اللي بوات ديال أتايو السكار وسانيدا وانتو ما كتدير فهم دك شي اللي بغيتو غزالين مخليت في المقلبت عليهم قال الأماكن اللي ممكن اختروا لكم على البال في كازا مشيت ليهم ديكل وقيتا كانوا مقطوعين قال لك سلعة ما كانش كتدخل وهاد البيض بالدات ما كانش ممكن الألوان أخرى كنت كان لقاهم هاد البيض اللي أنا باغاه ما لقيتوش وأخيرا الحمد لله لقيتو في ديكل محلات اللي على برة برة دي القصرية ديالطاريق بالنسبة للناس اللي هنا عايشين في كازا لقيتهم عند واحد السيد ولكن كان كيخلطهم كيديرو وحدة حمرة وحدة كحلة وحدة بيضة هما في لومبالاج را كل لون بوحد يتو ولكن هو خلطهم الهدف علاش الله أعلم يمكن كيتباع له غير البيض وهو بغي يخلطهم بش يتباعه له كاملين مشيتها رغبت وقيت له سيدين أنا را بغيت لبيض لأن الكزينة عندي كلها بيضة والحمد لله تعامل أنا خلط لكم صورة ديالونبالاج تعامل وعطاهم لي كلهم بيضين وكيتسدهم زيان وذلك البلاتو ديالهم غزال المهم الحمد لله أخيرا لقيتهم من بعد مدى السعليا تمان ديالهم خلهم لي ب110 درهم في عواض 140 درهم كان قال لي 140 درهم وخلهم لي ب110 درهم هذا فيما يخص التامن وصراحة صعيب باش تلقوا هاد اللون هذا لأنه كيتمشى وما كيبقاش ونتمنى يدخلوهم لأنه صراحة الشكل ديرهم في الكزينة رائع وصراحة عمليا وهنا طلع لكم الفوق في هاد اللي التاجاغ هادي اللي كديج أشاركتها معكم أخذتها من إيكيا كنتخذت هاد القريعة هادو من صاقة ب25 درهم الوحدة أتلقوا وكتوبوا فيهم فيناق يعني الخل أنا مرضيكش البل من اللي شريتهم ولكن شريتهم على أساسي حفظوا لي على زيت الزيتون لأنهم كي حجبوا الإضاءة يعني ما كيسمحوش الإضاءة للدوز الداخل تيخليوا الداخل مظلم هاد شي علاش أنا بغيتهم لزيت الزيتون باش تحفظ لي عليهم والثاني حاجة أنهم اقتصاديين في الكوبة الكوبة ديالهم خطيرة تيكبولك غير خوية تصورتون ناس اللي كتدير الطاجين وكتخليه يعني هكا تيكون ريجيم حتى للآخر وكتدير واحد الخوية ديالزيت الزيتون صراحة اقتصاديين هاد القرائي اقتصاديين يستاهلوا بالنسبة لي أن يستاهلوا تامانهم بهذاك الطريقة باش كتكب بي وأنهم سيحجبوا لك الإضاءة من الداخل زوينين بالنسبة لهاد اللي بو هادو اخذيتهم من إيكيا تامان كناخد أنا في البروموس والله ما عقلت على الثامن وش تعتاشل درهم كنضن حين تبو هاداك هذا البو هاداك البلونت المهم أنا دائما إيكيا تندخل السيت تراني ديالج ربارتاجيت معكم حد الفيديو كيفاش تديروا تدخلوا السيت وتقلبوا على البروموس لقيتوا البروموس سيروا وما لقيتوش البروموس بلا ما تمشوا لأن الأتمينة كتكون خيالية ما كيقدرش عليها أي واحد هاتشين نقدر نقول لكم وهاد اللي تاجيغ هادو را كن شاركتهم معكم إلا بغتو تعرفوا التامان وهذا راني ما عقلتش على الأتمينة بالطبط كنضن شيخ مسين درهم واقيلة المهم هو هاد اللي تاس هادو البنات راني كنستخدمهم كامل لأنني منعو الشاق القهوة ملي كنكون غير أنا وراجلي كنضيب ذوك اللي تاسلين الفوق ملي كنكون هاك صحاباتي معايا ولا ولدتي كنشربوا القهوة كنضيب ذوك اللي تاسلين لتحت يعني كوشي كي تتخدم وذوك القراءات دي اللي تخليتهم غير ديكو غاطف يعني محلوش غير تحلو يعني ما غديش يعني غاجو ديكور هما كك جوا حلو وينزاو الزوينين وخلاص ذوك اللي ببولي في الجنب هذو قديل 13 درهم خليتهم غير من البرامل المحلات وانا غدي نزل لكم هاد البلاصة هادي اللي فيها هاد 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 الزاجة هادي اه كان حطي عليها سخونية صراحة خديتها من بيم من 2013 وهي عندي خديتها ب30 درهم غزالة الديفو اللي درت هو انني حطيتها واحد نهار وراء الفران مقلوبة هكا وهاد البلاستيك اللي عندها اللور ملصق تحرق لي نغم المويل لحطيها على جهة الزاجة ما تيبقى عليها ويلو وكن انا بالخطأ حطيتها مقلوبة وكا تنفع ما نعودش لكم هي الدرت خصيصا انك تحطي فوق منها الحاجات سخونة ويلو عاودوا جابوها في بيم غادي ناخدها لانها عملية الدكور ديال هزوين وف نص الوقت كا تحميليها البابي ادي زيف سنحطي فوق منها اي حاجة سخونة الكوكوت اي حاجة اه فما تغامروش الى درتور البابي ادي زيف ما تغامروش تقو تحطو على السخونية بزاف 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 لانه صعيب باش تحيدي ذاك يعني تعاودي تدري بابي ادي زيف جديد على وديت واحد المشكلة اللي وقع لك في بلاسة واحدة اللي هادا تفادى وذك شي كله وولي وتحطو على شي حاجة يعني دلو شي حاجة اللي تحطو عليها السخونية هو را غادي جيكم بانه را فيه بزاف ديال الشروط وراه صعيب راه والله العظيمي لغير كتتعودوا عليه صافي كتولي حافظين شو ما خصكم تديرو على البابي ادي زيف وشنو ما خصكمش تديرو بحالي انا دبا صافي ذاك شي سبحان الله صافي تبرمشت عليه صارح المنظر كيتبدل كيتبدل مية في المية وشي حاجة اللي غيت نبريكو لي وبيها ضروري خصنا نحافظوا عليها هادشي نقدر نقول لكم فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه المعلومات اللي عطتكم على البابي ادي زيف تفيدكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة